ناشد العشرات من موظفي سلطة وادي الأردن وزارة المياه والري بإنصافهم أسوة بموظفي باقي الوزارات حيث يشكو من تدني رواتبهم التي يصفون بأنها تحت خط الفقر إحنا علواتنا قاعد لما ننتقاعد بتشفى ولا بظل منها أي شيء بخدم 25 سنة 30 سنة بطلع لراتب 350 360 دينار إشوها الخدمة؟ إشوها التقاعد؟ العلوات والمكافآت بسلطة وادي الأردن مقتصرة على الإدارة والمالية 150 200 300 ليش ما يتواجعنا على الموظفين الثانيين؟ إحنا النامين بالحم مكلين الصيف والشتاء هم اللي قاعدين على المكاتب يأخذوها لجنة من موظفي سلطة وادي الأردن تم تشكيلها للمطالبة بصرف راتب 13 و14 وإنشاء صندوق الدخار الذي تم إلغاؤه في السنوات الماضية عدا عن رفع علاوة المياه إلى 60% كما وعدت الحكومة السابقة إلا أنه لم يتم تنفيذ شيء حتى اللحظة صلنا 30 سنة سلطة وادي الأردن بيعطى 30% للموظفين كل الوزارات شملوا العلوات بالضمان إلا إحنا إحنا 30% يعطون إياها كل سنة بسنتها ليش ما يشملهم بالضمان الاجتماعي؟ عمال الصيانة بدورهم يقعون في فخ الوزارة الاتماء يصاب أحدهم بإصابة عمل حتى يتم خصم العمل الإضافي لهذا كانت إحدى أهم مطالبهم صرفوا على أوا بدل عدوى للعاملين في قطاع المياه الوزارة بدورها طلبت الجلوس على طاولة الحوار مع معتصمي موظفي السلطة إلا أنها لاقت رفضا من الأطراف الأخرى درسنا هذه المطالب وهذه المطالب بحاجة إلى مزيد من الدراس الحقيقة والبحث وهي قيد الإجراء وتحتاج إلى عدة جهات منها الموازنة العامة منها ديوال الخلمة المدنية مجلس الخلمة المدنية ومنها تتعلق بتعديل بعض التشريعات بالرئاسة رفضنا لأنه فاقد الشيء لا يعطيه هو قال لنفسه بعظمة لسانه الأمينة العام على الكوس قال لي أنا ما بيدي إشي ما عندي سلطة على الوزير لا جديد يقول المعتصمون فالوعود هي هي دون أي جديد ينصف حقوقهم موجة من الاعتصامات اشتاحت الأردن في الآوينة الأخيرة بالرغم من مشروعيتها إلا أنه أصبح من الاعتياد على الأردن أن يمر بظروف كهذه فهل تستطيع الحكومة الاستجابة لهذه المطالب بعد تدني ظروف الاقتصادية في كافة القطاعات؟ أسيل الطرونة الأردن اليوم ترجمة نانسي قنقر